اشتركوا في القناة القمر اليوم رح يتنقل من الجوزاء للسرطان طبعا اول زاوية رح تكون هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بعد الحلقة يعني بعد ساعة تقريبا او ساعتين زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام ساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديها طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا خلوة المسار خلوة المسار بيبدأ ساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء حتى تمام الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة مساء هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار طبعا القمر رح يستقر في برج السرطان ساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني رح يكون في منزلة النثرة هاي المنزلة جيدة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج وبما ان القمر رح يكون موجود في السرطان فهاي الفترة باثناء مكوته في السرطان منشعر بهاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومننا ممكن يضرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية او البوم او هدايا او اي شيء له علاقة بالذكريات يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا وبنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجهة وبوسعنا شراء عقار او زراعة نبتة او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت طبعا بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم انه اليوم رح ينتقل كوكب عطارد اه لبرج الثور من الحمل للثور الساعة سبعة واثنين وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج اه طبعا بما انه رح ينتقل اه ويمكث فيه لغاية مساء يوم 11 خمسة خلال الفترة المذكورة بشعر موليد برج الثور بقوة الفكر والقدرة على اقناع الغير بوجهة نظرهم وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالع واجراء اتصالاتهم او القيام بسفرياتهم او تنقلاتهم الضرورية بيستفيد معهم في ذلك مواريد الابراج الترابية الاخرى مثل العذراء والجدي والابراج المائية زي السرطان والعقرب والحوت وكذلك اي شخص تواجد عنده كوكب عطارد ساعة ولادته في برج الثور طيب تأثير عطارد لما بنتقل على الثور على جميع الابراج الحمل بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال الثور بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير باراءهم وبينشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات الجوزاء بيبدو اهتماماتهم في الامور الغيبية السرطان بيميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء الاسد افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل العذراء بينشطوا في السفر والاتصالات البعيدة ويستفيد الاكاديميون من دراستهم الميزان بتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة العقرب بيتبادلوا الاراء والافكار مع الشركاء القوس بتفيدهم افكارهم مع زملائهم في مجال العمل الجدي بيمارسوا نشاطات ادبية وبحثوا اولادهم على الدراسة ادالوا وبتنصب افكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية الحوت بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في دراستهم والمطالعة وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن انهم يشتروا سيارة او جهاز تليفون او كمبيوتر بعد الانتقال هاد في زاوية زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر واورانوس رح تكون في تمام الساعة ستة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض اما الزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغريب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا هيك بتكون انتهت الزاوية لهذا اليوم وبكرة بعد الحلقة في عندنا زاوية من الزاوية البطيئة اللي هي بين عطارد وزحل رح نذكرها بكرة ان شاء الله وبما انه القمر موجود في برج السرطان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم ثلاثين اربعة في تمام الساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة وحدة وست دقائق صباحا لينتقل بعد القمر لبرج الاسد عمر القمر القمر الهلال ست ايام في تمام الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بصير سبع ايام نسبة الاضاءة خمسة وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة المزاج سعيد القمر في الجوزاء والسرطان حتى ثلاثين اربعة المزاج سعيد عطارد في الحمل حتى يوم سبعة وعشرين اربعة اللي هو تقريبا انتقل حاليا ورح يظل مستمر في برج التور لغاية احدعش خمسة مزاجه ما زال منتزج لانه في فترة انتقال الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة عشر خمسة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى احدعش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتن في الحوت حتى ثلاثة عشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم اربعة عشرة مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه راح ينتقل القمر لبيتكم الرابع يعني لبيت البيت فهيكي معناته الفترة هاي بوجود القمر بالسرطان بتنهمكوا بامور الها صلة بالبيت والعائلة اهم اشي انكم اتحاولوا فرض وجهة نظاركم على افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم حاذر من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف احدهم اتجاهك نظم جدول اعمالك ونشاطاتك لعباء بهاي الفترة بتكون شوي زيادة لانه اساسا بكون القمر تربيع مع برجك فعشان هيكي بسبب لك بعض العقبات او بعض الضغوطات ممكن بالفترة هاي ما تجد وقت للراحة يا اما جسدية يا اما فكرية يعني فكرك يظل مشغول بالفترة هاي بالنسبة للبيت الاول طبعا بما انه القمر رح يكون في البيت الرابع معناته انت اليوم ما بدنا نقول انك انت منزعج نفسيا ولا بدنا نقول انت مرتاح نفسيا لانه فيه تقلب كثير رح يكون اليوم في مزاجك منقول انت اليوم روتيني اما بالنسبة للبيت الثاني فمنلاقي المسائل المالية بتظهر على الساحة اكثر فعشان هيكي بكون فيه حوابس اليوم اما لا امور الها علاقة بترتيب امور مالية او بعض المكاسب المالية خصوصا للاشخاص اللي على رأس عملهم او فيه اشخاص ممكن يحصلوا على منح او مساعدات اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعمل فيه تقلب في المزاج عندكم عشان هيك اليوم بتلاقي حالك مرات مبسوط مرات منكد مرات معصب مرات محتد مرات عندك نوع من انواع الضغوط يعني المهم بدك تنتبه اثناء حركتك واثناء نقاشاتك من العصبية واللي بكون عنده امتحان او بكون عنده دراسة اليوم بده يركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فتقريبا احنا بنقدر نقول انه فيه شوية اعباء رح تكون عليك او ضغوطات على مستوى البيت حاول انك تعمل نوع من انواع التقارب او المصالحة بدون حدية او عصبية اذا كان عندك انشغلات او تصليحات او ترميمات للبيت برضو ما تحمل هذا العبء على غيرك على انهم هم السبب فيه برضو انت انجز الامور على اساس انه برضو انت تكون البيت المسالمي داخل البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فالضغوط العاطفية ما زالت موجودة كمان اليوم عشان هيك بتأثر عليك برضو بتضغط عليك بشكل ممكن انه يكون فيها نوع من انواع الحدية او انها بتستثير عواطفك في ذكريات وبعض الامور اللي لها علاقة باشخاص ممكن رحلوا منها الدنيا او انت اشخاص انتهت علاقتك معهم اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور برضو متقلبي على مستوى العمل فعشان هيك منقول لك انجز اللي بتقدر عليه من الامال خلال هذا النهار وانتبه لصحتك اما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن يعني بيت الشراك المالية والعاطفية وبيت برضو الاموال المشتركة روتيني بتتعامل فيها على طبيعتك ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه جيد خلال هذا النهار بدعمك بقوة ممكن انت تكثر عندك الاتصالات الخارجية او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او ممكن تهتم في اوراق قانونية او بحثية او ممكن الاهتمام بموضوع بتعلق باحد الاشخاص الاجانب عنك او جنسية غير او في بلد ثاني وفي منكو ممكن يهتم باشياء العلاقة بلغة جديدة او ثقافة جديدة او امتحانات دراسة اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه روتيني برضو ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على مستوى بيت السمعة اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فما زال الضغط عليك فعشان هيك شوي الامور بتظل فيه نوع من انواع الحدية من احد الاصدقاء ممكن سوء تفاهم وممكن قلق على صحته وممكن زعل من احد الاصدقاء والمعارف اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف الامور برضو فيها نوع من انواع الضغط ولكن مش لكثير فما نقول انه الوضع روتيني على مستوى بيت المتاعب ولكن منقول لك انه انجز العمل الضرورية وحاول تاخذ قسط كافي من الراحة وراقب وضعك الصحي وحاول تنتبه اثناء اخذك للادوية اذا كنت انت من الاشخاص اللي باخذ ادوية باستمرار اللي عندهم امراض مزمنة برج الثور بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات كونوا اكثر صبر على الطرقات يوم مناسب لاجتياز امتحان دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط العودة او خط الرجعة بتتمم اللقاءات والاجتماعات عمل مفيد رح يكون عندك خلال هذا اليوم ممكن تتخذ من خلاله بعض القرارات المهمة او تغير فكرك عن قرار سابق انت كنت متخذه اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور جيدة اليوم على المستوى النفسي انت مشحون بطاقة كبيرة وبالعكس عندك قدرة عالية جدا اليوم على انجاز كثير من المهام والاشياء اللي بتكون مطلوبة منك وفيه نوع من انواع الاهتمام فيه شخصيتك او نفسيتك ممكن اي شيء له علاقة بالتجميل او التزين اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور برضو على المستوى المالي فيها نوع من انواع التقلب ما بين ايجابي وسلبي يعني من باب انه ممكن يجيك فلوس ولكن من باب اخر بتكثر عليك المصاريف فيه منكو رح يحصل على بعض المبالغ المالية ممكن تيجي من عمل اضافي او بعض المساعدات ولكن بدكو تقللوا من مصاريفكو قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع ممكن يطرق بعض الخلافات على مستوى البيت او بعض الحدية في بعض التصرفات او ممكن تنزعج من تصرف احد افراد العائلة ولكن اجمالا انت رح تنشغل اليوم اكثر اشي في واجباتك وانجاز بعض الاعمال البيتية وممكن مشتريات لبعض اللوازم المنزلية او الاهتمام في بعض الصيانات او الترتيبات او تقريب وجهات النظر مع العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور يعني العاطفية شوي بتتحرك عندك اليوم بطريقة ايجابية ممكن تكون ذكريات وممكن تواصل مع اشخاص بتحبهم او الاهتمام في مسائل لها علاقة في بعض الاشخاص او ممكن انه اشي له علاقة بالذكريات اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد ممكن اليوم تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك ولكن برضو بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف روتيني اليوم ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة لبيتك الثامن فهو جيد على مستوى سداد للديون او طلب قروض او مساعدات او اشياء الها علاقة بيعني مواضيع غيبية او مواضيع الها علاقة بالميراث اما بالنسبة لبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات وعلى مستوى مواضيع السفر وعلى مستوى الامتحانات اوراق قضائية قانونية كل الاشياء هاي بتكون تقريبا ايجابي خلال هذا النهار ولكن اذا كان عندك امتحان بدك تدرس بشكل جيد واما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه الامور الروتينية على مستوى بيت السمعة ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة لبيتك الاصدقاء فاليوم الحدية اعلى فعشان هيك ممكن اليوم يطرق شيء غريب عجيب له علاقة في بعض الاصدقاء او في موضوع معين بتعلق بصديق يمكن يوترك او ممكن يزعجك او تقلق بشأن احد المعارف او ممكن يصدر شيء هو اللي يزعلك او يخليك تذايق من احد الاصدقاء او المعارف اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف ان روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فاليوم حاول انك انت تهتم بواجباتك يعني الاعمال المطلوبة منك وحاول انك ما ترهق حالك كثير وراقب وضعك الصحي بشكل جيد برج الجوزاء تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له او بيحصل على هدية خفف النفقات قدر الامكان نظم امورك المالية وما تسمح للأقصاط بالتراكم ادفع المستحقات والأولويات وما تدع احد انه يغشك او يدفعك لتوظيف الاموال القمر في البيت الثاني يعني بتحرك على مستوى بيت المال اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم شخصيتك ونفسيتك احسن ولكن بدك تحضر في ساعات الظهر تقريبا ممكن انك تعصب او تحتد من موقف معين او ممكن انك هيك تحس حالك انك احبطت او ارتخيت هيك بدك تنام او ما بدك تتحرك او بصير فيه نوع من الكسل بالنسبة للبيت الثاني كما ذكرنا بالنسبة للبيت الثالث يعني شايف الامور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات وعلى مستوى التواصل مع اشخاص والتنقلات والحركة اليوم يعني فيه عندك نشاط عالي خلال هذا النهار ممكن تنجز كثير من الامور ولكن بدك تنتبه من الحدية في ساعات الظهر يعني ممكن انك تحتد من موقف معين او تدخل بنقاش حاد او تعصب على شيء معين اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف البيت الرابع تقريبا روتيني ما فيه اي شيء لا جديد لا ايجابي ولا سلبي وبالعكس يعني بيعزز بعض النقاط داخل البيت وممكن يصير فيه نوع من انواع التقارب او التعاطف على مسائل معينة وممكن الاهتمام في مسائل او مشاغل بيتية اما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى العاطفة رغم انه فيه تقلب في المزاج رح يصير في ساعات الظهر وساعات العصر ولكن انه الامور اجمالا بتكون جيدة خلال هذا النهار ممكن شوية العواطفة كتأثر عليك خلال هذا النهار في مسألة معينة او تستفز بكلمة من الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه الامور تقريبا على مستوى العمل جيدة بتقدر تنجز بعض الاعمال المهمة وضرورية رغم انه ممكن تزيد عليك هاي الاعباء او تزيد الاعمال في ساعات الظاهرة ولكن الامور اجمالا بتقدر انت تحلها وبتقدر انك انت تعالج هاي المسائل او الالتزامات العملية في منكم ممكن ينشغل في امور صحية اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف برضو على مستوى الشراكي الامور جيدة ممكن انه صير فيه تقابل او تلاقي على مسألة معينة ما بينك وبين الشريك وممكن يصير تراجع عن فكرة معينة او قرار سابق اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الاجواء على المستوى المال الاموال المشتركة ممكن برضو تفتح لك ابواب اليوم او تساعدك في مسألة مالية ممكن استردادات مالية او استحقاقات مالية او ممكن دعم مالي او انت تطلب قرض او نوع من انواع المساعدات اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات وعلى مستوى الافكار او المواضيع اللي الها علاقة بالسفر او ممكن الاهتمام بلغة او دراسة لا لغة معينة او ممكن انك انت تخوض في مجالات معينة الها علاقة بالاوراق القانونية او الاستراد والتصدير او التصنيع او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغط عليك بيت السمعة فعشان يك منقول لك دير بالك من المجازفات والمغامرات المشبوهة او انك تدخل بايشي مخالف للقوانين ودير بالك من سوء تفاهم ما بينك وبين احد زملائك بالعمل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط عليك بالنسبة للاصدقاء فهذا ممكن يسبب لك نوع من انواع سوء التفاهم او ممكن ردة فعل سلبية تكون من احد الاصدقاء او ممكن تقلق بشأن صديق اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك الامور يعني بتمشي بالاتجاه اللي انت بتقدر تنجز الكثير من الاعمال المطلوبة منك وممكن تهتم بشأن صحي او ممكن انك تخلد للراحة اليوم اكثر من مرة خلال هذا النهار برج السرطان طبعا اليوم بتغير الوضع تماما عندكو بتصيروا مشحونين بطاقة وحيوية وعندكو قدرة على انجاز كثير من مشاغلكم ما تتردد في فرض وجهة نظرك بتزداد عزيمتك وترتفع المعنويات والحضوض يعني فيه نوع من انواع الايجابية وبتكون ناجح في التحركات في اي اتجاه انت بدك تتحرك له يعني في هاي فترة ايجابية ممكن تلمس فيها نوع من انواع الانفراجات او نوع من انواع التقدم في مجال معين اما بالنسبة للبيت الاول ما هينا ذكرناه بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على المستوى المالي ممكن اليوم برضو يكون فيه نوع من انواع الانفراج على بعض المسائل المالية او تتحرك باتجاه بعض المساعدات المالية او المكاسب المالية وبتكون ايجابية ولكن حاول انك انت ما تلتزم باشياء ما تقدر انت انك تنفذ هذا الالتزام اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد اليوم الا انه في ساعات الظهر ممكن يصير فيه بعض الحدية بكلامك او ممكن العصبية او تحتد من موقف معين حاول انك انت تمسك اعصابك ما تدخل بنقاشات حدي وحاول انك انت تستثمر هاي التنقلات او الاتصالات بالاشياء الايجابية اللي ممكن انك انت تستفيد منها اما بالنسبة للبيت الرابع فمستوى البيت البيت برضو جيدة يعني بتستقر الامور شيئا ما بصير فيه نوع من انواع الود بتنجز العمال المطلوبة منك وممكن يصير فيه نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة الا انه برضو ممكن يصير سوء تفاهم ما بينك وبين احد افراد العائلة او تنضغط بالتزامات او مشتريات خلال هذا النهار وخصوصا في الفترة اللي ما بين الظهر والعصر اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بتتعامل فيه على حسب وضعك انت ولكن انتبه من الحدية في ساعات المساء اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور على المستوى البيت السادس برضو جيدة بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار ومنكم ممكن يهتم بشؤون صحية اما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن يعني بيت الشراك المالي والعاطفية وبيت الاموال المشتركة فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فبتتعامل فيها على حسب طبيعتك اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه ما زالت الامور فيها نوع من انواع الضغط اللي موجودة على هذا البيت ممكن انه هذا الضغط شوي يعمل لك نوع من انواع القلق يعني انت قلقان على احد الاشخاص خارج البلاد او ممكن اتصال من شخص يعني يكون فيه نوع من انواع الخوف يعني تقلق بشأن شخص معين وفيه منكم ممكن يكون عنده امتحان او دراسة فيكون الموضوع يعني يختلف تماما عن اللي درسه فبدك تهتم بشكل جيد بدراستك خلال هذا النهار خصوصا الاشخاص اللي بيدموا امتحانات جامعية اما بالنسبة لبيتك العاشر فهو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة لبيتك 11 انا شايف برضو فيه نوع من انواع الضغطات ولكنها مش الضغطات الكبيرة على مستوى الاصدقاء بالعكس يعني ممكن هاي سوء تفاهم اليوم انت تحاول انك تجد بعض الحلول لالو او ممكن تعاطف مع صديق او معرفة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بدعمك على انجاز كثير من الاعمال خلال هذا النهار وبعطيك قدرة من النشاط عالية جدا وممكن بعضك يستثمرها في اتجاهات ايجابية كالاهتمام باحد المعارف او صحة احد المعارف او الاحبة برج الاسد طبعا القمر الان صار موجود في بيت متاعبكم فعشان هيك بسيطر عليكم التعب خلال هذا النهار انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكون الفترة هاي فارغة او ممكن تخفي عدو او مؤامر عليك عليك تجنب المشاكل راعي اعمالك وسيرها اخذ بعين الاعتبار التأخير في الموعيد والنشاطات بسبب انه القمر موجود في بيت المتاعب وهذا رح يأثر على بيتك الاول رح يعطيك شوية تقلب في المزاج خلال هذا النهار فعشان هيك بدك تحذر من العصبية والتقلبات المفاجئة اللي بتصير على شخصيتك او على نفسيتك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على المستوى المالي يعني انت مسيطر على الامور بالوضع العادي اللي موجود ممكن انه يكون في بعض المصاريف او المشتريات او الالتزامات المالية وفي منكم ممكن يحصل على نوع من انواع الدعم الخفيف مش الدعم الكبير ولكن انها بتساعده في هاي الفترة اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف في نوع من انواع الحدية او العصبية في طباعك اليوم ممكن تحتد وتعصب من تصرف معين او حتى باثناء النقاشات حد يستشيرك في مسألة ويجاد لك فيها فانت تحتد وتعصب حاول تمسك اعصابك قدر الامكان اللي عنده تناقلات بده يحذر اثناء القيادة واللي عنده امتحان او دراسة برضو بده يدرس ويستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بالعكس هذا بساعد للتقارب العائلي وممكن بعض الاهتمامات البيتية او العائلية تعمل تقارب ما بينكو او ممكن حل مشكلة معينة اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور التينية على المستوى العاطفي الا انه ممكن يصير اشي يزعجك في ساعات المساء من تصرف اما من الحبيب او سوء تفاهم اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى الاعمال فاليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك وفي منكو رح يقلق بشاء صحي اما صحته او صحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط عليك على مستوى بيت الشراكة ممكن يسبب لك نوع من انواع التوترات او الحدية في الطباع حاول انك انت ما تعمل خلاف او ما تكبر الخلاف ما بينك وبين الشريك خلي في نوع من انواع التقارب اما بالنسبة للبيت الثامن فهو بلزمك في بعض الديون او المسائل المالية او بكون عليك متطلبات مالية اللي هي دورية شهرية زي الدفعات او الاقصاط او اشياء من هذا القبيل او بصير في نوع من انواع المطالبات اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة او الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد وممكن يصير فيه تقارب ما بينك وبين شخص معين يعني اكثر من الحد اللي انت بتتوقعه عاطفتك جياشي خلال هذا اليوم وممكن برضو يكون فيه نوع من انواع الاشياء اللي الها علاقة بامتحان او دراسة معينة او دراسة لغة او حتى النقاشات في الامور الفلسفية والدينية والسياسية اما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف الامور على مستوى بيت الاصدقاء شوي فيه نوع من انواع الضغوط فعشانك ممكن تتوتر او سوء تفاهم معين ما بينك وبين احد الاصدقاء اللي ممكن هذا الاشي شوي يسبب لك نوع من انواع يعني الارباك في بعض العلاقات او مع بعض الاصدقاء او ممكن قلق على صحة صديق اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني تماما فعشان هيك بنقول لك برضو يعني رغم انه القمر موجود في بيت المتاعب فهو بضغط بشكل سلبي فالروتيني هاي دائما بتتحول لاشياء مفاجئة احذر من الاشياء اللي احنا ذكرناها في بداية التوقعات برج العذراء بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اهم شي تجنبوا انتقاد احدهم بتحتاج الى حشد التأييد بالفترة هاي باستطاعتك كسب تعاطف الاخرين والتميز في علاقاتك الفترة هاي فيها نوع من انواع النجاح او العلاقات اللي بتكون ممتازة اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف البيت الاول اجمالا بدعمك بشكل جيد فاليوم نفسيتك يعني شبه انها مرتاحة الا انه فيه ممكن يكون فيه تقلب في ساعات الظاهرة هيك شوية تحس حالك محتد من مسألة معينة او تعصب في مسألة معينة ولكن اجمالا اليوم جيد اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على المستوى المالي يعني ممكن يكون فيه بعض الالتزامات او بعض المصاريف او بعض الامور اللي ممكن تظهر على الساحة تطلب منك دفع فلوس حاول انك انت تدفع بدون ما تصرف فلوسك في مجالات يعني انت مش بحاجتها حاليا اما بالنسبة للبيت الثالث فالامور على مستوى البيت الثالث جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات وعلى مستوى النقاشات والجدالات حتى انت اليوم جيد الامور معك ولكن ممكن تحتد في بعض الاوقات حاول انك انت تعرفها وتمسك حالك اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد يا هدوء كامل على مستوى البيت وممكن انجاز بعض المهام او بعض المسئوليات البيتية او بعض الاجتهادات تصليحات مشتريات اشياء من هذا القبيل في نوع من انواع التقارب العائلي اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما عاطفيا انت برضو الامور لسه ما وصلت لمرحلة انك انت تنتشي عاطفيا او يصير عندك تحرك عاطفي خلال هذا النهار فبكون في نوع من انواع التقلب في مزاجك العاطفي اما بالنسبة للبيت السادس فشايف انا على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال خلال هذا النهار او انت تأجل بعض الاعمال ما بدك تنجزها حاول انك انت تهتم فيها بشكل ايجابي وبرضو راقب وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن يعني شايف بيت الشراك المالية والعاطفية وبيت الاموال المشتركة روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع انا شايف الامور جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بأوراق قانونية او معاملات قضائية او ممكن حتى اشياء الها علاقة بالنقاشات الفلسفية او الدينية او السياسية يعني بتغلب عليك كثير من الامور خلال هذا النهار وممكن تقلق بشأن احد الاشخاص خارج البلاد اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور على مستوى بيت السمعة يعني شيئا ما ايجابي خلال هذا النهار ما بدنا نحكي الروتيني لا اعلى من الروتيني فعشان يكي بنقول لك الامور جيدة ولكن حاول انك انت برضو تدير بالك على وثائقك القانونية وما تخالف القوانين اما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الاصدقاء هو نفسه البيت اللي فيه القمر اليوم اما بالنسبة لبيتك البيت المتاعب فهو روتيني الا انه في نوع من انواع الحدية ممكن تيجي في ساعات بعد العصر تخلي مزاجك شوي مشحون بحدية او عصبية حاول قدر الامكان انك تشحن حالك بطاقة ايجابية عشان تتجاوز هاي الفترة وضغطتها برج الميزان تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم يوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بيدخل تعديل على عمله اهم اشي انك ما تشوه سمعتك الظروف شوي ضاغطة وممكن تحملك برضو فرصة او فرصة عمل مهمة خلال هذا النهار اهم اشي انك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش او السهو انهم يتسببوا باخطاء لا تغتفر اما بالنسبة للبيت الاول فهو جيد خلال هذا النهار شوي بدعمك بشكل ايجابي بعزز بعض النقاط القوية عندك وممكن انه يساعدك في كثير من الامور فعشان هيك بتلاقي اليوم نفسيتك او طاقتك عالية جدا اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور على مستوى البيت الثاني يعني فيها نوع من انواع مش التحسن ولكن انه انت قادر تسيطر على الامور المالية ممكن يجيك بعض المداخيل المالية لو بشكل طفيف او ممكن انه من خلال عمل اضافي او ممكن يكون من خلال هبة او مساعدة اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور على المستوى البيت الثالث جيد جدا وبتدعمك بشكل قوي جدا خلال هذا النهار بالنقاشات او حتى بامور الها علاقة بالحركة او بالاهتمام بالاتصالات والمواصلات يعني ممكن اليوم يكون عندك نشاط عالي جدا في التواصل مع المحيط اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بدعمك بشكل قوي جدا وبعمل نوع من انواع التقارب على مستوى البيت اليوم بتهتم بانجاز الاعمال الضرورية في المنزل وممكن اليوم يكون فيه اجواء جيدة على مستوى البيت صحيح انه ممكن انك في لحظة يعني تعصب او تحتد من مواقف بسيطة ولكن هاي لا تعتبر بتقدر تتجاوزها اما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى البيت الخامس رغم انه في بعض الضغوطات العاطفية اللي ممكن انها تستثير عواطفة خلال هذا النهار يعني بمعنى اخر تحن لاشخاص او تتذكر اشياء او موقف معين او اشخاص تركوا الحياة مثلا وتحن لهم خلال هذا النهار او ممكن اشخاص كنت على علاقة معهم يجوا على بالك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فاليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المهمة وممكن حتى انك اليوم يعني يكون في عندك اهتمام بشأن صحي ولكن الامور اجمالا جيدة اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي والبيت الثامن يعني منعتبرهم بيت الشراكي المالية والعاطفية وبيت الاموال المشتركة روتيني تماما بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات الخارجية او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بأوراق قانونية او ممكن حتى انها تكون في مواضيع دراسة او حتى نقاش في فلسفة او دين او امور من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت العاشر فاحنا ذكرناه لانه القمر موجود فيه اما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى بيت الاصدقاء ممكن يكون فيه اشياء ممكن تحتد منها او تعصب او تستثيرك بسبب تصرف احد الاصدقاء او ممكن هو يكون فيه مأزق فهذا الاشي شوي يوخد تعاطفك او ممكن انه هو يتصرف بشيء يغضبك منه اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بالعكس الامور اللطيفة وممكن تنجز وتساعدك هاي في انجاز كثير من الاعمال المهمة وممكن تهتم بشؤونك الصحية وراحتك خلال هذا النهار برج العقرب بتنشطوا اليوم في امور الها علاقة بالسفر او باتصالات بعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد كونوا اكثر صبر اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة هذا اهم اشي خصوصا الاشخاص اللي بيطلعوا على اعمالهم بتميل الاسترخاء والاستجمام لكن يجب انك انت تحضر من الفوضى فترة مناسبة للتشاور العقد المفاوضات ولا المشاركة في مختلف النشاطات اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم انت نفسيا احسن ومشحون بطاقة كبيرة وعندك قدرة اليوم عالية جدا على انجاز لكثير من الامور يعني بسبب هاي الطاقة الايجابية اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي برضو في بعض التحسنات او بعض البوادر اللي ممكن انها تعملت نوع من انواع التحسن رغم انه في بعض الالتزامات او بعض الدفعات عليك اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات والامور اللي الها علاقة في الدراسة او الها علاقة بالتحركات يعني عندك قدرة على اقناع اي شخص بوجهة نظرك ولكن ابعد عن الانفعال ان حد خالفك اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت شوي في نوع من انواع الضغط يمكن هي اعباء او مسؤوليات مرمية عليك اكثر فعشان هيك الاهتمامات هاي شوي بتلفت انتباهك خلال هذا النهار او ممكن تشعر بالتعب منها اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور روتينية على المستوى العاطفي ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة للبيت السادس فهي جيدة على مستوى العمل فبتقدر تنجز كثير من اعمالك خلال هذا النهار ولكن برضو بدك تنتبه لوضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراك المالي والعاطفي وهذا ممكن يعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك ويحل مسائل كانت عالقة اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الاموال المشتركة فممكن اليوم اما انك انت تسعى في امر العلاقة بالدين او في حل بعض المسائل المالية او ممكن اشي العلاقة في البنوك او التحويلات المصرفية او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت التاسع فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني روتيني ولكن بدك تنتبه من عصبيتك من احد الزملاء او من رؤساك بالعمل وحاول انك ما تخلي الطيش شوي انه يسيطر عليك خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الاصدقاء رغم انه شوي ممكن تقلق اليوم على خبر متعلق باحد المعارف او الاصدقاء يعني يكون شوي فيه هيك نوع من انواع ردات الفعل السلبية او ممكن انت يعني يكون فيه عندك سوء تفاهم اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني بترغب في لفة الانظار وتبديد الاجواء السلبية اهمش انك تخرج مع الاصدقاء اذا كان مسموح لك او تلتقيهم او تتواصل معهم فكر ببكرة اكثر باستقرار وضعك المالي اكثر ما تستعجل على توقيع او على عملية تجارية الا اذا انت درستها بشكل ممتاز اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه اليوم طاقتك شوي احسن من اليومين اللي مضوا لانه القمر الان راح للبيت الثامن يعني شوي تحرك عن مقابلتك فعشان هيك بتحس براحة اكثر من يوم امس او الايام اللي مضت وبتلاقي فيه عندك طاقة اكثر اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الامور المالية بدعم البيت الثامن لايلك اللي القمر موجود فيه فممكن اليوم يتحس ببعض الفرص المالية او المساعدات المالية او بعض الامل لبعض الامور اللي ممكن تدخل تحسين على وضعك المالي رغم انه عليك بعض الالتزامات او الدفعات او المشتريات اما بالنسبة للبيت الثالث هاي اللي بدا نقول لك دير بالك منها اللي هي دير بالك اثناء التحركات يعني او اذا انت من الاشخاص اللي بتقود سيارتك دير بالك اثناء القيادة ما تغامر وما تناقش برضو في حدية حاول انك تكون مرن ما في داعي للعصبية ولا للانفعال خلال هذا النهار اللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد ويدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت بلشت الامور تستقر في نوع من انواع التقارب على مستوى البيت او انجاز بعض الاعمال المنزلية او ممكن انك اليوم تهتم في بعض الترتيبات او اشياء لها علاقة بالبحث على شيء معين وعواطفك ممكن اليوم تكون جياشي باتجاه احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي الا انه بتخللك بعض الافكار السوداء وانا بقولك حاول انك تشيلها من رأسك اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من اعمالك خلال هذا النهار ولكن برضو بدك تنتبه لوضعك الصحي بشكل طفيف اما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراك المالية والعاطفية ممكن يخلي فيه نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثامن كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك التاسع جيد على مستوى الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام في مسائل الى علاقة بالسفر او الى علاقة بالفلسفة او الدين او امور من هذا القبيل اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم ممكن يدمو بشكل جيد ولكن من باب الاحتياط حاول انك تركز على دراستك اكثر اما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني بيت السمعة ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة لبيت الاصدقاء بتظل فيه امور شوي فيها نوع من انواع الحدية والعصبية من سبب بسبب تصرف بعض الاصدقاء او صديق معين او ممكن تقلق بشأن صديق وبرضو ممكن يصير فيه سوء تفاهم اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك اليوم تقدر تنجز امورك باريحية وممكن تهتم بوضعك الصحي بكل ثقة برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة اتجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات على انواعها حاذر من المواجهات الكلامية الاجواء سلبية جدا وما بتسمح باختلاق المشاكل حاذر مخالفة التعليمات والقوانين يعني تعتبر هاي الفترة لانه القمر مقابلك مباشرة بضغط عليك بشكل كبير يعني تعتبر فترة سلبية اما بالنسبة لبيت الاول فمنلاقي طاقتك اليوم نازل شوي رغم منها روتينية ولكن بتلاقي انه فيه نوع من انواع الاحباط او الملل او الضجر او التقلب في النفسية اما بالنسبة لبيت الثاني فبلاقي فيه نوع من انواع الضغط على المستوى المالي او برهقك مسائل مالية معينة او بتفكر في خلاص من وضع مالي معين ولكن ممكن بعضك يلجأ للمصاريف لزيادة وما في داعي لهذه الامور اما بالنسبة لبيت الثالث فانا شايف الامور على مستوى البيت الثالث تقريبا يعني فيها نوع من انواع الهدوء او الروتين خلال هذا النهار ولكن بدك تدير بالك اثناء التنقلات يعني نقاشاتك ودراستك كلها تقريبا بتكون روتينية يعني اللي عنده امتحان بده يهتم بالدراسة اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت الرابع في ضغط على مستوى البيت طبعا ممكن الضغط هذا ما يكون مشاكل ممكن هي محنية او ذكريات او تتذكر اشخاص اللي هم علاقة في البيت رحلوا او ممكن مشاكل لها علاقة داخل البيت مثل تصليحات وترميمات والتزامات منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور على المستوى العاطفي جيدة يعني منلاقي اليوم عواطفك جياشي الا انه انت بتدخل السلبية في بعض الاوقات يعني كافكار سودة ممكن تحجب ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فهي جيدة برضو على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من عمالك خلال هذا النهار وممكن تهتم بشأن صحي اما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن يعني فيه نوع من انواع الروتين على مستوى الاموال المشتركة الا انه ممكن يظهر ملف او ورقة او شيء لها علاقة بقضية مالية او مطالبات مالية اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف على مستوى الاتصالات البعيدة نشاط عالي جدا والاهتمام بأوراق قانونية او معاملات بنكية او قانونية او ممكن مواضيع لها علاقة بالسفر تقريبا الاجواء اجمالا كلها بتصب مصب الايجابية خلال هذا النهار على مستوى البيت التاسع اما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة لبيتك 11 شايف فيه نوع من انواع الحدي والعصبية على مستوى بيت الاصدقاء فهذا بسبب لك نوع من انواع القلق او التوتر او بعض الانزعاج من تصرف صديق او ممكن يكون سوء تفاهم اما بالنسبة لبيتك 12 فالامور جيدة فاليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المتراكمة عندك وممكن تهتم بتغذيتك اكثر وممكن تاخذ قصد كافي من الراحة وجسمك يكون نشيط برج الدلو طبعا القمر الان دخل للبيت السادس عندكم فعشان هيك بيتراكم العمل عندكم حاول انجاز ما بوسعك من عمل دون اهمال صحتك ما تدخلوا في مواجهة مع الزملاء او رؤسائك بالعمل بتكثر التنقلات وورشات العمل خلال هذا النهار او بعض المسئوليات بتضطر لتقديم المساعدة لأحدهم كمان ممكن انه تكثر المسئوليات والالتزامات على انواعها عليك كون حريص على صحتك او يعني على صحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت الاول فبلاقي انا اليوم الضغط على المستوى النفسي عالي جدا فعشان هيك بتكون مشحونة بعصبية او حدية او تراخي او طاقة سلبية بتكون مسيطرة عليك حاول انك تطردها وحاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تستسلم لا اي ظرف بضغطك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على مستوى البيت الثاني يعني الامور المالية روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي تتعامل فيها على حسب طبيعتك وحسب عملك وحسب وضعك الاجتماعي اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى امور الاتصالات او التواصل مع اشخاص او ممكن النشاط على مستوى امتحانات او دراسة او في امور العلاقة بالاتصالات والمواصلات اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف امور البيت جيدة ومستقرة خلال هذا النهار وبتدعمك في كثير من المسائل ممكن تنجز العمال الضرورية وتهتم بشأن عائلي او شيء يعمل نوع من انواع التقارب العائلي اما بالنسبة للبيت الخامس فبلاقي عواطفك اليوم متقلبة على اكثر من مرحلة وهذا ممكن يسبب لك نوع من انواع التوتر او يسبب للاشخاص الي بتعاملوا معك نوع من انواع التوتر بسبب تقلبك في العواطف اما بالنسبة للبيت السادس فهو كما ذكرنا بالنسبة للبيت السابع يعني تقريبا روتيني رغم انه في موقف ممكن تحتد او تعصب اللي هي فترة بين العصر لغاية ساعات المغرب ممكن انك تحتد من موقف معين او تعصب حاول تمسك حالك وما تعصب وما تدع الامور تفلت من ايدك اما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني على مستوى الاموال المشتركة ما في لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف على مستوى الاتصالات الخارجية ما زالت الامور جيدة تواصلك مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق او مسائل قانونية او امور الها علاقة بدراسة لغة او بحث معين كلها هي بتدعمك بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على مستوى بيت الاصدقاء يعني شوي ممكن يكون في بعض الامور حكينا في الايام الماضية سوء التفاهم اليوم ممكن يكون واضح اكثر سوء التفاهم او ممكن تغضب من تعليق او من تصرف احد الاصدقاء وممكن انه يعني شوي يكون هذا سوء تفاهم حاول انك تتجنب الامور وما تخلي الامور تحتد وتكبر اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايفه روتيني تماما فما في داعي انك انت اليوم انك تقصر بانجاز اعمالك بالعكس حاول انك تنجز الاعمال الضرورية وما تخليها تتراكم وحاول انك تاخذ قصد كافي من الراحة وتهتم بوضعك الصحي برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم اهمش انك ما تسمح لأحد بانه يغشك ممكن تحمل هاي الفترة انفراج بسيط او تعاطف عشان هيك ما تقف مكتوف اليدين لازم تتحرك استغل الفترة هاي باجابيتها على المستوى العاطفي لانها بتدعمك عاطفيا وبتدعمك على مستوى الحضوذ اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم انت مشحون بطاقة عالية جدا بالعكس عندك قدرة اليوم على مجالات كثيرة على اشياء كثيرة فعشان هيك حاول تستغلها بشكل ايجابي لانه استثمارها بكون لصالحك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على مستوى الامور المالية برضو في بعض التحركات اليوم ممكن امور لمستحقات مالية لالك او اموال ممكن تجيك من عمل اضافي او بعض الهدايا او الهبات اما بالنسبة للبيت الثالث فهي جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات وبتقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك خلال هذا النهار يعني الامور ايجابية وبتدعم من مواقفك اللي عنده امتحان اليوم على المستوى الابتدائي والثانوي بتكون الامور جيدة اما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الامور على مستوى البيت شوي فيها نوع من انواع تعكير المزاج او بعض سوء التفاهم او ممكن اشياء بتخلق نوع من انواع النزاعات او الخلافات العائلية حاول قدر الامكان ما تخليها تسيطر على هاي الامور او ما تسيطر عليك هاي الامور وتتجاوزها بشكل ايجابي في منكو ممكن يكون عنده انشغلات كثيرة او معالجة بعض الاعطال والاهتمامات المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت السادس ففيها نوع من انواع الحدية اللي بتخليك تراكم بعض الاعمال يعني ما تنجز كل اعمالك وفيه برضو قلق على وضع صحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور على مستوى بيت الشراكي جيدة نوع من انواع التواصل الجيد ما بينك وبين الشريك وهذا ممكن يحل كثير من الخلافات خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق او معاملات الى علاقة اما بالمحاكم او بالسفر او الاهتمام بامتحانات جامعية كلها رح تكون جيدة اما بالنسبة لبيتك العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فاليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك بمساعدة صديق او زميل او حتى رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء بيتك 11 فبلاقي برضو ما زال فيه نوع من انواع الضغط اللي بسبب سوء تفاهم او حدية بالطباع او ممكن تنزعج من تصرف بعض الاصدقاء او صديق معين يخليك تحتد وتعصب او تقلق منه او من تصرفاته اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف الامور روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالعكس الامور بتدعمك بشكل قوي جدا ممكن تنجز كثير من اعمالك خلال هذا النهار وممكن تحصل على دعم معين وممكن يجيك خبر يسعدك خلال هذا اليوم ولكن برضو بدك تهتم بصحتك وبدك تهتم بتغذيتك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء